موسيقى السلام عليكم و انا فيكم فيديو جديد اليوم سوف نستعرض معكم ميزات الجديدة التي نزلت حق ساعة ابل اللي هو ابل واتش 6 ميزات خفيفة كثيرة انها ساعة يعني فنتكلم معكم بعض الميزات التي نزلت حين كبداية الفيسات قبل شدة حين في الفيسات كبداية طبعا دقيقة قبل ما نكمل معكم سوف نزل على جميع ساعات ابل ابل واتش 1 ابل واتش 2 ثري 4 كلهم سوف نزل عليهم ابل واتش 6 لكن بعض الساعات سوف نزل عليهم كل الميزات بعض الميزات الآن لا نعرف لازم نزل عليها ساعتك ابل واتش 1 بعض القطع الداخلية موجودة في الساعة حقتك مثلا ممكن حساس للصوت لان هناك ميزة جديدة ضوضاء حقتك حولك ستسمعها والساعات تنبهك تقولك مثلا يوجد زعاج حولك لا يتأثر السعمة لك فهذه يجب ان يكون قطع داخلية لمايك ويجيس ليس فقط مايك عادي لازم مايك بخصائص معينة لكي يعلمك فساعة ابل واتش 1 لا يوجد هذه الخصائص فهذا مثال فبعض الميزات سوف تنزل كامل لكن سوف تنزل كاميرا اذا كانت ابل واتش 1 و 2 و 3 ليس بكل الميزات للفيسات اللي نزلت جديدة سوف تنزل عندك لان ابل واتش 4 لاخيره الشاشة حقتها اكبر فهذه الميزات للفيسات تكون اكثر مثل ما نرى مثلا هذا الفيس نضغط custom طبعا فيه عربيت برضو نضغط انجليزي مثل ما نرى حينها الساعة اللي في الجانب اقدر اخليها digital او analog كيف كنت تقلبها مثل ما نرى انا اخليها مثل ديجتال ارجع هنا مثل اقدر اغير اللون هنا مثل ما نرى انتو بكيف تغيره تحط عليها لون تبيه مثل ما نرى فيه الوان كثيرة على حسب اللون اليه مثل ما نرى اللي فوق انتو بكيفك انا تخليه احمر يكون شاب بشوي لان نبين عندك ازرق انتو اللون الي تبيه انا مخليه بالالوان دي احلى الخيار الثالث تغير الخيارين ديلي مثل ما تبيه تحطي برنامج ثاني الوذر حق الworkout الساعة العالمية كيف ان يتحدد الساعة تبيه WWDC برنامج قبل مؤتمراتهم تقدر تغير الخيار الثاني تقدر تحط برامج ثاني مثل ما نرى ستاربوكس اذا كان عندك تحط الاسهم تحط ال stopwatch في اخيرات كثيرة السبوتيفاي بودكاست انتو كيفك نرى كيفية مكانة المهم فيسات ثانية نزلت ابل تقدر تلعب في بعض الفيسات اذا عندك ساعة ابل تلعب هنا وتكتشف الأشياء كلها هذا الفيس الجديد نزلت ابل عجب ان الفيس بقدر تغيير تغيير على الانالوج انا بالنسبة لي الانالوج افضل من الانالوج هنا تقدر تغيير الخيارات نفس الحركة قبل وغيرناها فانتو كيفك تقدر تنزل فيسات زيادة بس لا تتكلم عن فيسات كثيرة دعونا نقش على النظام الداخلي نرى البراملة التي انزلت في ساعة ابل جديدة اخيرا ابل ومش اخيرا انا توقعت ان انا لا تعمل اصلا كويسة بعد استخدامك عن الهاتف اول اصبح تحمل البراملة يجب ان تحملهم من ابل واتش واتش اللي في الهاتف ينزلوا عندك هنا لكن احنا تبعد شوية عن الهاتف فنزلت لها متجر خاص في الساعة لم تحمس للبداية لكن اعتبر كويس بالنسبة لي مثل هذا البرامج عندك هنا تقدر تحملهم تقدر تشتري برامج ما ادري كيف ضغطنا على برنامج ونحمله ما ادري حس ان حركة في الساعة حركة حلوة ضغطنا على البرنامج ما ادري ما نشوف قاعد يحمل منطلع بره ندور يمين يصار فوق تحت لازم يكون مع الخلطة نزل تقريبا حركة السحبة هذا مثل ما نشوفها نزل فحركة حلوة ان المتجر عندك في الساعة قبل برامج صارت مفصولة لازم بالجوال تحملهم ونزلوا برنامج الفويس حين تستطيع تسجل لا يحتاج برنامج ثاني تنزل من ابل نزلت برنامج الفويس كنت تستخدم البرنامج هذا البرنامج هو المتجر لا يحتاج استخدام البرنامج من نفس المتجر او من نفس النظام برنامج الفويس ونفس البرنامج الموجود في جوال ابل اللي هو الايفون نضغط هنا ونسجل شي طبيعي عادي لكن لا يحتاج ان تنزل برنامج 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 موجود بالنفس الساعة نضغط هنا هل نقدر نشغله من هنا؟ نعم حلو ماذا نسمع؟ نقدر نشغله من نفس الساعة نقدر نضغط يمين او يصار نقدر نشغله على الاربودز او على اي جهاز مثل بلوتوث عاركة حلو نقدر نضغط يمين بس ما في الا خيار الحق الحذف نقدر نحذف التسجيل فهذا البرنامج اللي تكلمنا عن قبل شويل هو برنامج عن الضوضاء ونفتحه مثل ما نشوفه حينوانا تكلم يطلع لي هنا كيف الضوضاء عندك لو بنشق البرنامج او الصوت مزعج ونشوف كيف الضوضاء مثل ما نشوف الصوت زاد هل ما طلعت عندي طلعت من قبل شويل يعني زعاج قوي فلازم نتشوف لك حال يعني فهذا حركة هلوة هذا فائدة البرنامج اصلا انه يعلمك انه في ضوجاء ضوجاء ضوضاء عندك طيب البرنامج الرابع هذا البرنامج الحق لازم تثبتت برنامج الهيلث موجود عندك في الجوال تفتحه وتتعامل معه لازم تتعامل معه برنامج الحق هذا اسم برنامج ترجمون تفهمنا برنامج الحق الحريم بس هذه الميزات كلها طبعا فيه تغيير خريم مثلا شغلت صوت في الجوال يطلع لي هنا التحكم تغير شكله كمان نزلوا الحاسبة اللي يحسب بالساعة هذه هي موجودة نفس البرنامج اللي موجود في الجوال حاسبة بسيطة يعني ما فيه ذيك التعجيد طريبا خلاص ما بلاك الدرس تحسب وتضرب وتجمع ولا شيء اللي في الجوال نبدي بس ما بذيك الميزات الكيرينة حاسبة تساعي بسرعة بتحسبها شيء خبيه بس في نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك في الغناة انا شكرا للمائك الطاعر اعمال لك المائك الطاعر وتعليقاتك المتحدة تهمني واللي سأل متين انزل السوفتير هذا العامة رايح انزل في سبتمبر بعد عيد الحج بشهر مع مؤتمر ابو الجديد السلام عليكم اشتركوا في القناة